ايضا الرسول بولوس بيكتب للسادة في تلك الايام وانه السيد ايضا بيخدم الرب وبيذكر السادة ايضا انه سيأتي يوم فيه انه سيكون جنبا الى جنب مع هؤلاء اللي كان يسود عليهم هناك لا قيمة للمراكز عندما نتقابل مع الله فالسيد ايضا كما انه العبد يظهر الاحترام كذلك السيد ينبغي ان يظهر الاحترام لان سيدكم ايضا في السماء ليس عنده محاباة هذا الاحترام كتير كتير مهم جدا انك تشجع انك تمدح انك تبارك الشخص اللي امامك وبتعرفوا في بالعهد الجديد في سفر بيتكلم بولوس في لانسيموس العبد كان عبد عند واحد اسمه فليمون فبيكتب لفليمون السيد وبيكتب عن اونسيموس العبد هذا العبد قبل الرب يسوع لما يبدو في السجن عندما كان بولوس في روميا فبيكتب عنه حتى هذا السيد يستقبل انسيموس على ما يبدو انه هرب من سيده فالسيد امن بالمسيح والعبد امن بالمسيح فهذه الرسالة تظهر محبة غير عادية تجاه الشخصين تجاه السيد وتجاه العبد ايضا تعرفوا احبائي اعظم مثل لنا هو شخص الرب يسوع المسيح قال من اراد فيكم ان يكون عظيما فليكن خادما مش بس تتكلم في هذا الموضوع بل هو قال لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاتيرين حتى في العشاء الاخير اخذ منشفي واتذر بها وابتدى يغسل ارجل التلاميذ وقال لهم ان يفعلوا هذا هذه قمة التواضع احبائي السيد يخدم ارجل العبيد التلاميذ فهذا طبعا مثال عظيم جدا وان نسلك كما سلك ذاك ايضا